إذن معلومات اليوم دائما في مدونة الشغل معلومات كثيرة مستمعينة كتفيدكم في مدونة الشغل كانوا نصلوا بالنسبة للمرأة الأجيرة الحامل بعد الوضع ماذا عن فترة الرضاعة دكتور مرحبا؟ أو إجازة الرضاعة؟ طبعاً نستأنفوا كلامنا في مدونة الشغل وعلى حقوق الأجير وواجبات المشغيل وأيضاً حقوق المشغل وواجبات الأجير فاليوم قد نتكلموا على المادة 161 اللي كتعطي الحق الأم الأجيرة اللي عاد ولدت عند الحق باش تغيب على الخدمة دي لها المدة دي لنساعة في الصبح والساعة في العشية اللي مدت دي العام بعد ما ولدت يعني هنا تتكلم المشغيل تذي قلتم التعيومين على مدى 12 شهراً من تاريخ استئناف هالشغل إذن ماشي من تاريخ اللي ولدت حيث تم كلا تقلس 14 أسبوع مثلاً مور الولادة 14 أسبوع الشحالية هي تلت شهور ونص وتيم كلا تمدد إذن تلت شهور وحدة أخرى إذن من اللي كتمدد وصافي سالات من العطلة دي لها دي الولادة دي الوضع وقرات استئناف العمل دي لها من تاريخ استئناف القانون تيتكلم على تاريخ استئناف ماشي من تاريخ الولادة ولم تاريخ استئناف العمل بعد المرادة لا بعد الاستئناف يعني منهار مشت تورد غابت منهار رجعت مور الولادة من بعد 14 أسبوع أو من بعد 14 أسبوع جائد 3 شهور يحق لها التمتع بنصف ساعة في الفترة الصباحية ونصف ساعة في الفترة المسائية بعد الزوال إذن هذه النصف ساعة كتعتبر بحل وقت دي الخدمة وكتخلص عليها يعني المشغل ما تخصوش يقول لها أحقى أنت كتفي تردعي في النهار إذن ساعة هذن يحيد لكم الأجر لا تتخلص عليها بحل ريخ الدامة هذا من حقها إذن وتيمكن لا تتافق مع المشغل باش تاخد هذه الساعة يعني عندنا الساعة في الصباح ونساعة في العشية باش تاخدها مثلا حتى للخمسة العشية وتمشي بحالها كيخرجهما مع الساعة إنها تخرج مع الخمسة كتاخد ساعة ديها في النهار من الساعة الصباح ونساعة العشية تيمكن لا تاخدها في تاري دي النهار فعلت لي تخرج مع الساعة أو الساعة ونصف إذا تخرج مع الخمسة أو الخمسة ونصف وكتبش لدارها كتردع لوليد ديالها إذن هاد 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 الساعة هاده كيف قلت تخصها تخلص عليها وميمكن لش يعرق لها الممارسة ديال الحق ديالها اللي هو تغيب في هاده نساعة الصباح ونساعة العشية وتخلص عليها باش مشي تردع منها إلا عرق لها هاد القضية أو رفض لها أو اقتطع لها تيمكن لها تدير بشيكاية حتى الوكيل المالك حيث هديك تعتبر مخالفة قانونية وفيها غرامة مالية ومتنين قولوا غرامة مالية يعني تكتسي صبغة جنائية جنائية يمكن لها توضع شكاية الوكيل المالك هاد السيد هذا ما خلنش نردع بنتي ما خلنش ما خلنش انت متعب نساعة في الصباح ونساعة في العشية ساعة في النهار كامل هي في الصباح بعد ما قد ندخل مع الثمانية أنا قد ندخل ثلاث سعود باش نجلس مثلا نرضع بنتي ولا ولدي إذن الأجيرات ما يسكسوش على حقهم إلا ما بغاش تدير شيكاية مفتي الشهر تقولك لا مفتي الشهر مدرلو تشي حاجة يمكن لها تقدم شيكاية الوكيل المالك دكتور في هاد تقادم مربما بعد سيدة تسمعونا اليوم وهدي تلشهر باش لتحقو او لاكتر ومعارفين شخص جميع الحقوق المتعلقة بتنفيذ وتطبيق شروط عقد الشغل وجميع الحقوق المتعلقة بالعلاقة الشغلية ما بالمشغل والأجير تتقادم بمضي سنتين من تاريخ استحقاق هاد الحق ديال الأجيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة